موازنة العراق المالية لهذا العام أقرت من قبل مجلس النواب بعد صراع محتدم بين الشركاء السياسيين استمر لأكثر من أربعة شهور ثمانية وثمانون مليار دولار هو حجم الموازنة بإجمالي عجز بلغ أكثر من تسعة عشر مليار دولار رقم ليس أكثر خطورة مما تضمنته فقرات صرف الموازنة التي لاقت انتقادات واسعة لما قيل إنه إجحاف للمواطن وتحميله أعباء تضاف لأعبائه ومعاناته التي يصعب حصرها فبحسب فقرات صرف موازنة عام الفين وثمانية عشر فإن المواطنة ملزم بدفع ضريبة مباشرة قدرت بثلاثة إلى خمسة عشر بالمئة من دخله تدفع منها الدولة رواتب الموظفين والمتقاعدين والكسبة أما الضرائب غير المباشرة ففرضت على السلع الواردة إلى السوق العادة جرت في معظم دول العالم أن تعطي الحكومة النفطة للشعب وتفرض ضرائب مقابل ذلك أو أن تأخذ الحكومة النفطة مقابل توفير الخدمات بدلا من الضرائب أما في العراق فالحكومة تسيطر على النفط وتبيعه للمواطن وتفرض عليه الضرائب وتحرمه من الخدمات الأساسية في آن واحد من يطلع على تقرير الموازنة سيضطر إلى التوقف عند بعض فقراتها المثيرة للجدل فمجلس النواب صوت على الموازنة دون تقديم الحسابات الختامية للموازنة السابقة من قبل الحكومة وتعتبر هذه مخالفة في الدستور نفسه فعلى سبيل المثال وليس حصرا فإن المادة 28 من قانون الموازنة نصت على قيام وزارة المالية بفتح حساب باسم هيئة الحشد تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للحشد دون تحديد جهات التبرع وذلك باستثناء الميزانية المخصصة للحشد سابقا عند تسميته كمنظومة عسكرية رديفة ترتبط برئيس الوزراء أما الفقرة خامسا ألف من الفصل الثالث فنصت على عدم تعيين الخريجين على ملاك الوزارات ومؤسسات الدولة كافة خلال العام الجاري بسبب العجز المالي موازنة الاقتراض الخارجي كما أطلق عليها هذا العام شاب فقراتها الكثير من الغموض بجانب خلاصة مفادها تضرر المواطنين أكثر من ذي قبل لا سيما الفقراء منهم الذين يشكلون نسبة 40% من مجموع السكان